السلام عليكم في عام تسع وتسعين في أم دورمان السودانية في رجل ينقال له حسن وحسن هذا كان مزارع في مزرعة الحاج إحسان رجل أمين بمعنى الكلمة ويحب الحاج إحسان ويعتمد عليه ومن كثر اجتهادة صارت منتجات حسن من أفضل منتجات اللي تنتجها المزارع وأهل السوق كانوا يتعمدون يشترون من حسن ويعرفون أن أمين ولما يجيب لهم البضاعة اللي هي منتجات هذه المزرعة كانوا ما يعني يشيكون وراه ولا يبحثون في الصناديق لا كانوا يتأكدون أن حسن ما يجيب إلا شيء نظيف يعني بشكل أمين فأهلسوا كلهم يحبونه هذا حسن عنده مشكلة في حياته خلفته كلهم بنات ما هي هذه المشكلة المشكلة أن قبيلة حسن وقبيلة أخرى بينهم ثار فالجده رحين أنهم يخذون ثارهم من قبيلة حسن وبالفعل وصلوا الكلام هذا من ناس اللي يحبون حسن ويعرفون أنه طيب وما لا علاقة في المشاكل قالوا له ترى العين عليك انتبه وهم يدرون يعني أنك يعني تروح تشتغل في المزارع وكذا يمكن يتحبلولك انتبه يا حسن قال لزاكة الله خير نك نبهتني الموم استمر حسن فترة طويلة وهو لما يطلع من البيت يطلع قبل الفجر علشان يروح المزرعة ويقعد فيها إلى وقت متأخر مرات يرجع البيت ومرات يستمر ينام فيها هناك يخاف أنه يرجع بيتهم والرجال ما عنده إلا هالرزقة هذه اللي هي زراعة الأرض المهم استمر الحال مرت الأشهر والوضع كان طبيعي وأهل السوق كانوا يعرفون ليش حسن مرات إذا جاب لهم البضاعة اللي طلبوها منه يجيبها لهم من الفجر ويختفي فلما اسألوا قال لهم أنا ما أقدر أطلع وقت النهار أخاف وأخاف أنه يقتلوني القبيلة الثانية وأنا ما لي ذنب وأنا وراي بنات يعني من اللي عيشهم من اللي كذا من اللي كذا قالوا ليبا معذور خلاص تدري شرون قاموا أهل السوق اللي عندهم محلات يعطونا مفتاح محلاتهم يقولوا لي إذا جبت البضاعة أنت تعال افتح المحل وحط البضاعة وتفكر على الله وإحنا نثق فيك يا حسن قال لهم تزاكم الله خير وبالفعل ما شراص دهرت يعني أعمالها وبيعاتها للمنتجات وكذا وأمور كانت طيبة ويوم الأيام عنده ولد أخت عمره 19 سنة نقال لأحمد ولد أخته هذا ولد شيطان وراعي مشاكل وطاح مؤخرا بالتدخين وشوي شوي دخل على الحشيش والمخدرات وأبوه يعني مسكه كذا مرة وضربها ضرب المهم يوم الأيام أبوه مسكه وترده بره البيت قال لأنت ما بك تعيش عندي يا أخي خلاص يا أخي أنا متبري منك يا أخي ما بيشوفك يا أخي حل عني يا أخي ويطلع وراح أحمد ما عنده أحد تذكر خاله وخاله موجود في مزرعة يعني لا عنده بنات هناك ولا شيء ويقدر أحمد يقعد عنده وياخذ راحته وفعلا راحتك خاله في المزرعة خاله يحب أحمد ويعتبره وهو مثل ولده لأنه يعني أحمد ما أرزق الله سبحانه بالله بالأولاد وأحمد هذا كأنه ولده راحتك خاله وقال لأ يا خالي أبوه يطردني ويقول لي أنا متبري منك وكذا قال ليش قال صراحة يعني هو يعني طاح علي وأنا قاعد أتعاطه فأخاله قال لي يا أحمد أنت ولد شباب ويش حلاتك توف فيه كامل عافيتك وانت رايح لي تركض وراه المخدرات وضيع فلوسك ودمر نفسك ودمره لك المهم قاعد ينصحه وكذا قال لي شوف أنا بأعتبرك مثل ولدي بس توعدني أنك تترك المخدرات وأنا بشغلك معاي واللي أنت محتاجه أنا ما راح أبخل عليك أنا ما عندي ولد أدلع أو صراحة أو أهتم فيه أنت ولدي قال لي أوعدك يا خالي أني أتحسن وأنك ترفع راسك وأنك يعني تشرف فيني قال له نتوكل على الله وياخذ معاه أحمد للسوق ويروح يشتري له من هالملابس وهالأغراض وكذا وهالفرش وقال له تعال نام عندي في المزرعة وإذا بعدين أبوك يدور عليك راح أقول له خلى عندي وانت يعني عيش معاي في هالمزرعة واش تغل لأن مرات أنا أترك المزرعة وروح البيت فأنت تكون بدالي هنا وأعطيك راتب ويعني بذبط أمورك قال له جزاك الله ألف خير واستمر أحمد صار من أفضل الشباب يا زينة وصار شكله نظيف ملابسه حلوة قام يزرع ويبيع منتجات وخالم أمن قاعد في المزرعة وهذا اللي وصل منتجات للسوق والناس انبسطت وكذا يعني منتجاتهم قاعد توصل أول بأول وهم لأنهم يحبون حسن أهل السوق ما يبون إلا منتجات حسن لكن عندهم مشكلة في التوصيل يخاف يطلع وكذا مثل يعني ما بلغتكم موضوع اللي هو الثار بين القبيلتين المهم ويستمر أحمد من أفضل ما يكون ويوم الأيام وتأخر أحمد ما راح السوق لا ودى لهم منتجات ولا مر عليهم وكذلك حسن ما بين زعلوا التجار اللي منتظرين بضاعاتهم لكن قالوا يمكن عندهم ضار يمكن حسن مريض يمكن أحمد رجع حق ابوه لأنهم معارفين قصة ليش قاعد عند حسن فقالوا ما في مشكلة أول يوم ثاني يوم بدأوا يروحون حق المزارع الثانية يأخذوا منها منتجات ويجبوا لهم حسن وان راح والولد هذا اللي يوصل لنا وان راح قال لهم واحد من التجار يبقى أنا دل المزرعة اللي فيها حسن واروح أسأل عنه وأعرف شنو قصته وليش أخاف زعلان أحد فيكم زعلة ولا شي قالوا لا يا أبد لا زعلنا ولا شي روح تأكد منه ويروح هالتاجر إلى المزرعة بعد أربع خمسة أيام تأخر عنها حسن وينادي يا حسن يا حسن باب المزرعة مسكر السور لكن في يعني مثل الفتحة يمدون يديهم ويفتحون القفر من الداخل يوم قاعد ينادي حسن يا حسن يا أحمد يا حسن ما في حد فتح الباب ودخل يدور عليهم يا حسن يا حسن رايح لهم إلى الغرفة ولا الغرفة الباب مطرف طبعا تاجر ضرب الباب كذا مرة ما حيتفتح له ولا شاف فيه استجابة قام وفتح الباب بنفسه ويشوف المنظر اللي الله لا يوريك عينك ما تشوف إلا الدم بحر بحر دم ولا هذي جثة حسن منتفخ ومتعفنة الظاهر صال ليومين ثلاثة متوفي ومنحور لدرجة أنه رقبته شوي وتنقطع ونصدها من الموقف وطلع ركض بلغ رجال الأن في الموضوع ويحضروا وادل الجنائية ومن لقت الحسن قاله والتجار يبقى في واحد ولدخته هذا دايما يكون معاه لكن من اختفه حسن اختفه ولدخته معاه أحمد ويطيرون رجال الأمن إلى بيت أخت حسن السلام عليكم عليكم السلام وين ولدتش أحمد قالت أحمد موجود عند خالة في المزرعة الفلانية قالوا احنا تونا جاي من المزرعة أولدت وين قالت ليش عسى ما شر بس ترى أولدي قاعد عند خالة قالوا لا يبقى خالة مقتول وأحمد مفقود احنا نبي أحمد انجنت الأخت شو تقولون لا يكون أولدي بعد مقتول ولا حد خاطفه قالوا والله ما ندري احنا نبي نعرف أحمد وين راح وأحمد يمكن هو اللي راح يكشف لنسر مقتل خالة حسن يدورون على أحمد يدورون عليه وبعد شهر وتجيهم معلومات أن أحمد موجود في الخرطوب ويطيرون إلى الخرطوب ويعلقون القفض عليه وعلى طول ويعترف بالسال فالله لا يبارك فيه أهم ترى في البداية قالوا الظاهر أن حسن انقتل وهذا انخطف ولا هذا انقتل بعد ومدفون ولا ولا صار فيه شي يعني لأنه مستحيل أحمد له علاقة بمقتل خالة حسن اللي يحبه يموت فيه وكانوا يشوفونه حتى أهل السوق لما يروح ويجي معاه ويعطيه راتب وشاري لملابس ومدري مستحيل المهم يوم ألقوا القفض على أحمد تعالي يا أحمد ليش قتلت خالك المهم والله أنا آسف وأنا متندم الله لي وفكك ليش سويت وش سوالك خالك علشان تقتله قال الله بالعكس خالي هذا كان يعطف علي أكثر من أبوي وخالي هذا حبيب والناس كلها تحبه فما باكم فيني أنا يعني أنا أحب أكثر واحد قال لا لا مبين مبين أنك تموت فيه صراحة ليش قتلته قال خالي خلاني أترك المخدرات وبالعرب ينظفني ولبسني ورزني وعطاني فلوس وعملني مثل ولدة لكن أنا بديت أشتاق حق المخدرات فيوم الأيام وإحنا ننام في نفس الغرفة خالي قال لي نبي نشتري بذور ونشتري بعض المستلزمات للزراعة فقال لي أبيك تنزل السوق تشتري قتل حاضر فقام وشال اللي هي السجادة وتحت السجادة كان حافر حفرة وحاط فيها صندوق من الحديد وفيه قفل المفتاح خالم علقة في حبل برقبتاي طلع المفتاح وفتح صندوق ولا صندوق مليان فلوس وطلع مبلغ من المالقة اللي روح السوق واشتلنا المستلزمات للزراعة وفعلا رحت واشتريت له وانا في الطريج قاعد تفكر شلون أخذ الفلوس هذي وشلون أتخلص يعني أخاف أخذ الفلوس رح يفضح نحن خالي وأكيد بيبلغ علي ان أنا السارق وعني واضحة فلازم أتخلص من خالي شلون أتخلص من خالي رحت اشتريت بذور واشتريت المستلزمات واشتريت سكين السكين هذي تعرفون اللي يقصون فيها اللي هو جذع النخل السكين اللي كانها هلال هذي مقوسة يقول اشتريت هم من ضمن المستلزمات للزراعة وقعت أطالح فكر أن يعني أقتل خالي فيها فيقول لما وصلت وشفت خالي على طول كنسلت الفكرة قلت لا مستحيل أنا أقتل خالي اللي ما قصر معاي لا 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 يقول نمنى ذيك الليلة بعد ما تعشينا ومبساطنا وشربنا شاي وسوال وفخالي كان يضحك معاي وكذا ويقول لي إن الدنيا إن شاء الله والمستقبل ومستقبل قدامك وأنا راح أزوجك واحدة من بناتي وكذا فيقول نمنى يقول أنا بنص الليل وفي عز نومي فزيت كأني ناسي إني أكمل تنفيذ الخطة يقول بالفعل قاعدت تلفت ولا هذا السكين خالي ظهر خذاها وعجبت فحطها على الرف فقلت فرصة خالي راجع من الشغل وتعبان ومنهد حيلة وما يقدر يقاوم وأنا في عافيتي وخالي الحين نايم وش معاي يعني يعني غاطف النوم يقول وأمسك هالسكين هذه وأقرب عند خالي وحطيتها على القبتها بالضبط وسحبتها سحبة وحدة ولا الدم مثل الشلال خالي قام وحط إيده على الجرح ويصرخ وكذا يوم شافني أنا اللي نحرت قاعد يصرخ يعني يا أحمد يا أحمد وشلال دم وخايف مني وأنا حاول أني أضرب ضربة ثانية حاول أني يهرب وصارت يعني معركة دموية بيني وبينها شلال من الدم لكن أنا ما أقدر أخليه يطلع أنا عارف أنه يحتاج إلى يعني دقائق معدودة لين يخرق الله لأن الدم اللي طلع منه مستحيل أنه يتحمل له إنسان لكن أنا خفت أنه يطلع بره الغرفة أو يصرخ أو أحد يسمع فبادرت بطعنة ثانية قوية في البطن ولم أدخلت السكين في بطنة قمت وسحبتها مرة ثانية السكين اللي عندها هذه لو يحطها على انخلها ويسحبها لأنه يقطع الجذع مالها فما بالكم بالإنسان يخر ببيتك يا أحمد الله لا يعطيك العافية يقول لما سحبت السكين ولا أنا شاق بطن مصي سقط خالي وقام يشخر اللي هوين أخر هذه ما تلا الله هيك فنشر يا رب حزن الخاتمة اللي قبل الوفاة وفعلا توفى قمت وطلعت الحبل اللي حاط فيه المفتاح اللي فرقبته وفتحت الصندوق وكانت الصدمة شنو أن الصندوق ما فيه إلا ريالات بسيطة هنا تأكد أن خالي ظاهر لما أنا رحت للسوق ومر عليه صاحب المزرعة اللي صاحب الحلال والظاهر أن خالي عطاه الغلة كاملة لكن أنا ما كنت أدري ومدام أني نفذت الجريمة لازم أني خلص أهرب وفعلا هربت ورحت للخرطوم وتبهذلت هناك لمدة شهر ما لقيت أحد يأويني ولا يوكلني ولا يشربني قمت أنام تحت يعني أي ما كأماكن يعني مثل السلالم والجسور وكذا لين تم القفض علي من قبل أحد الدوريات ولما أحالوني يعتقدون أني أنا مشرد ولما أحالوني إلى مركز الشرطة تبين أنه مسجل علي قضية وأنهم يبحثون عني ما كم بالطويلة تم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه في أول درجة بالعدام لكن تم تخفيف الحكم إلى مؤبد بعد ما تنازلوا اللي هم أهل الدم اللي هم أهل الخال هذا نفسه لأن هذا كذلك ولد خطهم لكن طايع حظ شي سولة المهم الولد مؤبد وإن شاء الله يعني أنه ما يطلع من السجن هذه نهاية صالفتنا وفمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر